موسيقى فقرة قراءات مشاهدين مع زميل يوسف شيخي ومقال الأول لهذا الصباح يحمل عنوان أوروبا من الطباط إلى الركود المؤلم لكاتبه محمد كاركون وكذلك ميليسا مشاهدنا مقالون الأول لنهار اليوم يتطرق للأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تعيشها جل الدول الأوروبية فاقتصاد الكتلة التي تضم 27 دولة باتت تقترب من الركود مع انكماش واضح لعدد من الاقتصادات الأوروبية الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا مع مؤشرات متعددة على أن الانكماش سيضرب الاقتصاد الأوروبي في العام المقبل يقول الكاتب محمد كاركوني بالصحيفة الاقتصادية السعودية أن سنة 2023 ستكون سنة الانكماش نتيجة سلبية للعام الجاري والتي تؤسس بقوة لهذا الركود الذي بات بمنزلة الفزاع لكل الحكومات الأوروبية حيث يرى الكاتب أن المفوضية الأوروبية كانت واقعية عندما حضرت من الركود الآتي إلى الاتحاد الأوروبي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب وهذا ما لا يترك مساحة أمام النمو الاقتصادي خصوصا إذا ما استمر البنك المركزي الأوروبي على تشديد سياسته المالية بزيادة أسعار الفائدة التي تبقى الألية الوحيدة في أيدي المشرعين الماليين على مستوى العالم لمحاولة كبح جماح هذا التضخم الكتلة الأوروبية مشاهدين بحسب الكاتب ستواجه امتحانا اقتصاديا لا يقل صعوبة عن ذاك الذي عاشته سنة 2010 عندما اندلعت أزمة الديون الحكومية في عدد من دولها ومع الضغوط التضخمية الراهنة وعدم قدرة الأوروبيين تماما على الوصول لاستراتيجية أكثر استدامة على صعيد إمدادات الطاقة سيجعل الأشهر المقبلة أكثر صعوبة على جل الحكومات الأوروبية التي لا تملك بالفعل استراتيجية توفر لها الأمان في مجال إمدادات الطاقة نهيك عن تصاعد الحديث بشأن الارتفاعات المقلقة للديون السيادية في كل من الدول الأوروبية دون استثناء والتي فاقت في حجمها النواتج المحلية الإجمالية لكثير من دول القارة العجوز كان مشاهدنا هذا مقالنا الأول في هذه الفقرة أما بخصوص المقال الثاني سنتحدث عن استعدادات وتحديات دولة قطر لإنجاح الحدث الكروي الأبرز في العالم والذي سينطلق مساء غد في مباراة يواجه فيها العنابي منتخب الإكوادور في إصطاد البيت يقول فارس الخطاب بجريدة العربي الجديد إن أكثر من مليون شخص سيزور قطر لحضور مباراة المونديال ومن حق الجميع سواء من الزوار أو من سيتابع أخبار المونديال من الخارج أن يعرف حجم الاستعدادات اللوجستية للدولة المنظمة حيث أرست سفينة فاخرة في ميناء الدوحة طوال فترة المونديال تتضمن حوالي أربعة ألاف كابينة وتسع حمامات سياحية وعشر خيارات للأطعم الراقية وتشمل المرافق الأخرى منتجعا صحيا وملاعب تينيس وأكبر منزلق جاف في البحر حول العالم كما وفرت وكالة قطر للإسكان أكثر من مئة ألف غرفة إضافة إلى عدد كبير من الفيلة للمجهزة بالكامل مع خيام عربية لمن يريد تجربة الأجواء البدوية مجهزة بالماء والكهرباء وبقية الخدمات وبخصوص المواصلات يقول الكاتب إن قطر هيأت وسائل نقل مريحة آمنة كمتر الدوحة الذي يؤمن بماء وعشرة قطارات للوصول المباشر إلى خمسة ملاعب من أصل ثمانية فيما ستتولى ثمانمائة حافلة حديثة مهمة إيصال الجمهور إلى الملاعب الثلاثة الأخرى إضافة إلى وسائل النقل الخاصة المتوفرة في كل البلاد مشاهدين ويختم الكاتب أن كل الأجواء هذه ستساعد الزوارة بكل تأكيد على معرفة قطر وما الذي تستطيع قطر إضافته في هذا المونديال على غرار بقية الدول الأخرى التي احتضنت المونديال سابقة مشاهدين كانت هذه مقالتنا وقراءتنا لصبيحة اليوم وإنتنا ألقاكم بعد أوثى بقية الفقرة مع الزمانة موسيقى